وحولنا نحية تلك البيروقراطية في بيخص الترخيص أو مجلس المساهمة لأنها كانت بعض الاستثمارات لازم تمر على مجلس المساهمة وشوفنا في بعض الأحيان فيها تعطيل للمستثمرين واجتماع تعمل المساهمة كان يطول لنعطيك على سبيل المثال أكثر من 17 شهر تقريباً سنتين لم يجتمعوا ولكن في الأول إلى الأخير اجتمعنا وقمنا بدراسة بعض المينافات ونحن نسعى بما نكون بيروقراطيين في القرارة وإنما تسهيلات نقدمها للمستثمرين